الاهرام قال كارترونيو طالب دارة الاهل بمئة وسبعين الف دولار بعد الاقالة هي دي حقوقه وقال الوفد نقل عنه ان انا رحلت رغم انفي وشكرا لجمهور الاهلي مش فكرة رغم انفي ما هي لما بتوجه له الشكر او لما بتاخد قرار باقالة المدرب ما هو مش برضاه طبعا لكن الرك فين هتولي لاعب او مدرب راح اشتاكل الاهلي في المحكمة الرياضية الدولية او راح اشتاكل في الفيفا او راح اي محكمة حتى من محكمة عبدين يشتك الاهلي انه ما خدش حقوقه هو ده الالتزام بالتعاقدات وده الوفاء بالعهود كل لاعب او كل من يعمل في النادي الاهلي في لعيبة اشتغلت في النادي الاهلي ومشيت في مشاكل مكافآتها راح يتلاها البيت يعني الكابت حسام وبرهيم حسن بعد ما مشوا من النادي الاهلي وراحوا الزمالك والبعض قال ان الاجواء متوترة مكافآت الدور ساعتها راح يتلوم لغاية البيت عن طريق ادار الاهلي فما بالك بقى بالمدربين الاجانب اللي بيحصلوا على حقوقهم كاملة وده العمل المؤسس المحترم وده سمعة النادي وده التصرف الحضاري اللي لازم كل المسؤولين في كل العصور يكونوا حرقسين عليه لانك في الاول وفي الاخر بتمثل نادي له قيمته وله اسمه ويجب ان هو يلتزم بكل تعاهداته وتعاقداته فتسداد مستحقات كارتيرون ده جزء من احترام الاهلي لتعاقداته ولكل من يعمل فيه المسؤال قالت بعد موافقة الخطيب كارتيرون حصل على 180 ألف يورو وفسخ تعاقده بالتراضي العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اكد ان الاهلي ملتزم بعقوده في اي وقت وتحدث عن هذا في قناة LTC نشوفه هل حصل كارتيرون على شرط الجزائي هو مستر لندمن ولا لسه النادي الاهلي دائما بيلتزم وبيحترم عقوده مع اي كان من يتعاقد مع الاهلي يعلم هذا جيدا النادي الاهلي بيلتزم بعقوده كان نارض فيه جلسة مع استاذ خالد دارندالي عميني السندوق وبكرا نشوف نعرف نتائجها ولكن في الاول في الاخر احنا بنلتزم وبنحترم عقودنا مهما كانت بنلتزم ونحترمها طيب ولو ان الارقام هنا مختلفة مئة وسبعين الف دولار ما مئة وثمانين الف يورو لكن اللي موجود في العادة هو اللي حيتنفذ واحنا سمعنا الحقيقة محمد مرجان احد الذين يتحدثون برصانة مع عسال الاعلام لانه مش بيحاولي جود يعني هو راجل بيخش في الموضوع على طول فهو لخص الاعل يحترم عقوده لكن الذي يبقى كلمة ان مشيت رغم انفي رغم انفي ممكن تكون نتيجة يعني ظلم وممكن تكون نتيجة ظلم النتائج يعني انت عملت اللي عليك والنتائج ظلامتك ما هي المعيير الموضوعية التي كانت امام متخذ القرار وهو يقيم باتريس كارتيرون